السلام عليكم اليوم إن شاء الله غدي نحضر معاكم الشهدة بأسهل طريقة كجي رائعة مفشفشة ومقطنة من الداخل ما يتشبعش منها أنا متأكدة إن شاء الله إلا جربتوها غادي تعجبكم وتعجب حتى توليداتكم بعجينة اللي كتتحضر ساهلة مكونات متوفرين في كل منزل ما نطولش عليكم ونبدو على بركتي الله دائماً هنا عندنا الحليب بالنسبة لي هنا نستعمل جوش كيسان دي الحليب الكاس صغر من الكاس دي العنبة كاس إلا ربع دي السكر سنيدة وعندي هنا الخميرة معلقة كبيرة وحط البيضة تقريباً نصف كاس دي الزيت وهنايا عندي كاسة المعالقة دي الدقيق الأبيض والملح طبعاً صف هنا يغدي ناخد ممكن تديروا كاسة الحليب وكاسة دي الماء عير الأهم يكونوا دافين واحد فيهم يكون دافي ولا بجوج يكونوا دافين هنا يدرت معلقة كبيرة دي الخميرة الخبز وهذا كاس كار سنيدة ممكن تديروا كاس إلا ربع أو لا تديروا كاسة لحسب الحلاوة وهنا عندي ثلاثات المعالة القبار دي الدقيق الأبيض ضروري لبنات من هاد المرحلة هي اللي كتخلي لكم للشهداء أو للبريوش يسهل لكم عمليات الاختيمار وكيجوا يعني مقطنين ومفشفشين من الداخل هنايا غدي نخلط المكونات ديالي بتلاتة عندنا الحليب والخميرة والدقيق وغدي نخليهم عشر ديال دقائق هادي نترها العجينة ديالت عشر دقائق صاف هنا من بعد مدهة عشر ديالت دقائق نرجع الخالط ديالي كالقا رجع به هاتش كليك تشوفه معايا صاف هنايا غدي نضيف ليه بياد بيضة والأصفر غدي نحتفظ به لتزيين وهنايا غدي نضيف ونضرب واحد شوية وهنا غدي نضيف تقريبا هنا يا رعير حينت هادا مشي الكاس ديال العنبا تكشي علش كيبان عامر شي شوية هو رعير نصف كاس ديال ديال الزيت ووضفت الملح طبعا وباش غدي نسم غدي نحك قشور ديال ليمونة حامضة ممكن تديروا سكر فاني او السكر من السم بزهرة البرتوقال ولكن بالحامض حيث انا هنا غدي نعمرهم بالشكلات كيجي ماداق شوية مغاير على المعتاد قشورة الحامض تمك يعتون ماداق زوين في البريوش صاف هنا يا أول هنايا ضفت الكأس الأول ديال الدقيق ضفت الكأس الثاني خمارة من فئة ديال تمانيات القرامات ان شاء الله نخلي لكم المكونات في صندوق الوصف سوف نطرب هذه المكونات ديالي مزيان بهات شكل كيجي تشوفوا معايا قدم ما كنطربوا المكونات بحل هنا كندلكوهم يعني كندخلوا دك الدقيق للخالط ديالنا سوف نطرب مزيان المكونات ديالي وغدي نضيف هنا الكاس الثالث وغدي نزيد مازال نطرب بالطراب اليداوي كيجي ما كتشوفوا معايا راحنا بحل كندلك العاجين وغدي نضيف هنا الكاس الرابع وهناي غدي نحاول نجمع العاجين ديالتي كم بقى نخدمها بهات شكل هادا يعني بحل كندلكها وما زال غدي نضيف الكأس الخامس كيف ما كتشوفوا معايا صافوا غدي نجمع العاجين ديالي غا تقولي بهات شكل هادا كنستعن بشوية ديال الزيت باش كنحاول نجمع الجوانب ديالها العاجينة خاصة تكون كتلصق راها كتباليكم هنا في الفيديو كيباش دير شكل ديال العاجين ماشي كتكون شوية قاسحة هاكدا خاصة تكون خفيفة او لا رخوة نوعا ما قدوني هنا خمسمائة جرام ديال الدقيق يعني بلاي نحسبو دك الدقيق اللي دفنا في الأول صفي هنا يأنتم على حسب الدقيق اللي عندكم ممكن يقدوكم خمسة او لست ديال كيسان هنا يا اه غطيتها وخليتها اختامرات مني كندور ديك الطريقة في البداية ديال التحضير ديال فاش كنخلطو الدقيق والخميرة والحليب دغيية كتتفاعل لنا لجينة هنا يا راها دغيية تفاعلات تقريبا ما عرفتش الوقت شحال ولكن غا تكون هاكدا شين الساعة هاكدا سافت ضعف الحجم ديالها يعني جوجو ثلاثة ديال المرات هنا هي غادي نوضعها معاكم في سطح العمل شوفوا معايا العجين كيفاش كتكون خفيفة ريشة ما كتكونش قاسحة نهائيا باش تديكم النتيجة زوينة هنا هي غادي نحاول انني نشكل العجينة ديالتي كويرات اللي صخار إلا بغيتوا تعبروهم ويجيوكم ديكم الشهداء فيها كوريات يعني متقايسين ديروا فيهم خمسين جرام بالنسبة الخمسين جرام كيجي القياس هو هاداك صف هنا يا كنحاول انني كنشكل العجين ديالتي كويرات وبالنسبة لي را كنستعن بالزيت ولكن عير قطيرة يعني كنحاول عير كن يعني عير كندهل لإيد ديالي او اللي كندهل سطح العمل ما كندهلوش زيت نهائيا صف هنا يا غادي نستمر نشكل العجين ديالتي على شكل الكويرات هاكدا بالاستعانة بالإيد ديالي را كنشكل بكل سهولة كنشكلها في حل شكل شي غريبة عير انتوما ديروا فيها ما بين خمسين واربعين جرام باش ديكم الشهدة زوينا وقدما كانوا الكوريات صغر قدم ما كتجي زوينا صافي من بعد ما شكلتها كوريات هنا هي كنحاول نبسط عير واحد شوية وكنعمرها بالشوكولاتة الشوكولاتة الخاصة بالدهن هاكدا كندير تقريبا واحد نص معلقة صغيرة ديالت الشوكولات وكنلاقيو العجينة مع العجينة يعني كتحاولوا انكم تجمعوا العجين ديالتكم من الأسفل وكنلاقيوها في يعني من الفوق يعني كيف ما كتلاحظوا معايا ركيبان لكم كنلاقيو عجينة مع عجينة وكنسدوها وكنحطوها هنا يا هادي الطاوة اللي حضرت فيها الشهدة صافي هنا يا كنحطها كتختامر وغادي يعني تقريبا مينبا عير واحد خمستاش لدقيقة صافي كتكون اختامرها طبعا كنكونوا غطيناها وما تبقى عندي ديال العجينة راته وشكلتو بريوش او الليكوريسات بوحديتهم ما درتهم الشهدة هنا يا هاكدا اصفر بيضة اللي كان شاطل عندي دفتلي القهوة زريعة الدوابان واحد الاقتارة ديالت الحليب اقتارة ديالت الخل وطربتم هما بش دهنت الشهدة ديالي صافي هنا الفران كان ديجا سخون على نار متوسطة حطيت الشهدة ديالتي في الفوق وغادي نخلي حتى تبلي طلعت الحمورية من الجوانب عادة غادي ننزلها للاسفل غادي تحمر ليال وجه ديالها ونخرجها وهنا يا هادو القريسات اللي كانوا شاطولية من اللي عاجين حتى هم مشكلتو هاكدا قريسات او اللا شنو كنسميو هاكدا بريوش فرديين صافي هنا يا قندهنهم بهذاك الاصفر بيضة مع القهوة والخل والحليب بهات الشكل اللي كتلاحظو معايا وحتى هما غادي نطيبهم بنفس الطريق صافي هنا يا هادو هناي غادي نرشفهم شوية ديالت زنجلان صافي هنا يا من بعد ما خرجت الشهدة ديالي غطيتها بوحد المنديل وخليت ارجع عليها الصهد شوفوا معايا تبارك الله هناي غادي ندهنها بالمربة ديال المشميش صراحة انا كنحمق على المربة ديال المشميش دك شعليش كتلاحظو معايا انا نكن زين به جميع الوصفات اللي كنحضر كيعجبني حسن من الناباج هي راها انو مال موشش دا ركت دهن بالناباج ولكن الكون فيتور ديال المشميش كيعطيها مادا قزوين وهنا اللي غادي نرشها تاني بالكوكا ومحمر ومهرمش كيعطاعتها هي مادا قزوين هناي من بعد ما قبل ما نرشها خاصني نقلبها في الطبق ديال التقديم هنا هي كتحيد بكل سهولة حين تضيجها انا نفرش عليها ورق الزبدة يلا ما كنتوش نفرشي لها ورق الزبدة دهنوا المول ديالكم بالزبدة وبالدقيق وحطوا في الشهدة ديالتكم من يتخرجوا غطيوها من الفران غطيوها وخليوا يرجع لها دا قصات عاد قلبوها وحطوها في طبق التقديم اولا سهلوا عليكم وقدموها في الطبق اللي صيبتوها فيه يعني تشيك يبقى راجع عليكم واسهل حاجة هي انكم تفرشوا لها ورق الزبدة كتتهز بكل سهولة وكتحيد بكل سهولة وهذا الشكل ديالها من الداخل وخل نبقى نوصف لكم فيها حتى تجربوها هاد المقادير غدين يوليوا معتمدين عندكم ما تنسوش بارتاجو الفيديو مع احبابكم واصدقائكم لتعم الفائدة وهذا الشكل ديالها من الداخل راكت جيزوينة ودروري نوريكم حتى القريصات كيف جوا شكل ديالهم جوتهم مزوينين رائعين كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة وما تنسونيش من التعليق ديالكم واللايكات ديالكم وانطلقوا فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة